بسم الله الرحمن الرحيم طالباتنا الفضليات السلام عليكم ورحمة الله نستكمله في الفصل الرابع صفحة 63 نتحدث فيه عن برامج تحسين الاداء performance improvement program طبعا كما تحدثنا سابقا ومعروف أنه يناط بكل المؤسسات التي تسعى إلى وجودها واكتمال وجودها ومنافستها للسوق الخارجية أن تسعى إلى تطبيق معيير الجودة وأن تقوم على برامج تحسين الاداء بشكل مستمر وهذه البرامج تقوم على أربعة أسس أساسية تعتبر من مقومات برامج تطبيق برامج الجودة ومكوناتها من هذه الأسس سنتحدث عنها بالتفصيل خلال هذا اللقاء أسس بناء البرنامج وهذه قائمة على تحديد أمور أساسية هي تقريبا ثماني أمور سنتحدث عنها منها الالتزام الإداري منها التخطيط تحليل واقع العمل وتحليل أهداف المؤسسة تمام سنتحدث عنها بالتفصيل الأساس الثالي في بناء برامج ضمان الجودة الإعداد لهذا البناء ويعني بذلك التحضير العملي والواقعي لبناء هذا العمل وهذا قائم على يعني اختيار فريق وإعداد خطط عمل ووضع آلية التطبيق ووضع برامج المناطرة والمراقبة بشكل تنفيذي المرحلة التي تليها مرحلة تنفيذ البرنامج وهذه المرحلة يعني هي عبارة عن إجراء عملي واقعي لما تم إعداده في المراحل الثلاث السابقة أما المرحلة الرابعة هي مرحلة التحسين المستمر للبرامج التي تم تطبيقها وهي تقوم على نشر الخبرات وتعزيز برامج الجودة الموجودة والتأكيد على السمرارية في التحسين والتحسين المستمر النقطة الأولى بناء برنامج العمل قائم على ثماني نقاط زي ما حكينا أولها الالتزام الإداري من المستويات الإدارية العليا في تطبيق برامج الجودة وهذا يعتبر من الأمور الأساسية والرئيسية نحو تنفيذ برامج الجودة الذي يبدأ من الإدارة لأنه يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وحين نتحدث عن النصيحة في بيئة العمل كثير كويسة ولكنها ربما لا تطول تكون قصيرة الأمد لذلك يستوجب على الإدارة إيجاد برامج إدارية تحاسب وتكافئ أيضا المحسن وتحاسب المسيء والمقصر فهذا يعتبر من إجراءات التزام الإدارة كذلك يعتبر من إجراءاتهم أن تقوم بإعداد الخطط والبرامج ودلائل الإرشادية وضع السياسات فيما يتعلق بتطبيق إجراءات ضمان الجودة والتحسين والتحسين المستمر في بيئة العمل إنما هذا يدلل على التزام الإدارة كمان وضع ضمن رسالة المؤسسة ورؤيتها أن الجودة والتحسين والتحسين المستمر يعتبر نمط إداري رئيس وأساسي لدى هذه المؤسسة يدلل على مدى التزام الإدارة في هذا الأمر كذلك يحق للمؤسسة الاستعانة الإدارة الاستعانة باستشاريين ولكن على أن لا يكون على حساب الموظفين الأصليين لأنه إذا اكتفينا بالاستشاري ربما تنتهي هذه البرامج بانتهاء الاستشاري لذلك عملية الدمج ما بين الاستشاريين والموظفين العاملين بالمؤسسة يعتبر من الأساسيات الذي سيحافظ على اللي هو استمرارية برامج الجودة والتحسين والتحسين المستمر بل ويحافظ على إرث هذا الاستشاري اللي هو سينتهي يعني عقده ربما مهمته مع انتهاء برنامج معين أيضا يجب على الإدارة أن تراعي عدة أمور أولها الاستفادة من برامج التحسين السابقة العمل على تطويرها العمل على دمجها العمل على التحسين فيها وأن لا نبدأ من نقطة السفر يعني أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين أيضا من الأمور التي يجب براعتها إدخال برامج الجودة ضمن الهيكلية الإدارية ما تكون يعني خليني أقول إطار تمام أو لجنة موازية ولكن تكون هي لجنة أصيلة تمام وفريق أصيل ضمن الهيكلية الإدارية للمؤسسة كمان من الأمور العمل بطريقة سمليمة أهم من العمل بطريقة أو بنظرة لها علاقة بأعداد معينة تمام وهنا بنعني العمل النوعي وليس العمل الكمي التركيز على تربية تلبية احتياجات المستفيدين من الخدمة لأنه إحنا يعني كثير بنقوم على يعني رأي هذا المواطن هذا المستفيد وهذا يعتبر من مقومات يعني نجاح وفشل المؤسسة نفسه في تطبيقها لبرامج الجودة كذلك موضوع التدريب الذي يعني يجب أن تعنى به الإدارة يعتبر من الأمور الأساسية المناطبة بمهمتها لأنه التدريب يحتاج إلى يعني خبرات ويحتاج إلى استقطاب كفاءات يحتاج إلى التفرق على العمل اليومي يحتاج إلى تمويل لذلك يجب أن يقوم هذا الأمر من خلال الإدارة وتسهيل هذا الأمر وتوفير المتطلبات له النقطة الثانية في عملية البناء الأساسي لضمان الجودة تحليل الوضع الراهن أو ما يسمى بالسيتي ويشنال أناليسيز وهذه النقطة يعني تتعلق بتحليل الوضع الخاص بالمؤسسة بكافة مقوماتها بكافة كوادرها بكافة إمكانياتها المالية بفلسفتها الإدارية كذلك بالفريق بنظام المعلومات تمام؟ بكل شيء متوفر لدى هذه المؤسسة ضمن تحليل شامل تحليل فني على سبيل المثال أنه الدلائل الإرشادية للعلاجات على سبيل المثال وبروتوكولات العمل هل هي تتماشى مع الرؤية العالمية تتماشى مع المنهجيات المستعملة في مستوى العالم هل هذه الإجراءات وإن كانت تستعمل هل هذه الإجراءات التي تقوم على الدلائل الإرشادية وبروتوكولات العمل هل هي تحقق الفائدة ولا لا تقوم أيضا على دراسة رؤية هذا المواطن أو هذا المستفيد هل هو أراضي عن الخدمة ولا لا وهذا يحتاج طبعا إلى المتابعة والمتابعة المستمرة دراسة الواقع الهيكلي للمؤسسة هيكلية المؤسسة البناء التنظيمية للمؤسسة وجود الفريق ووجود اللجنة المتعلقة بموضوع اللي هو متابعة ومراقبة وتعزيز برامج الجودة والتحسين والتحسين المستمر وتحديد هل هناك ملامح واضحة لآليات الاتصال ما بين هذه الأقسام أو هذه اللجان مع الأقسام ذات العلاقة كذلك زي ما قلنا قبل شوي مراجعة الدلائل الإرشادية وبروتوكولات العمل في مدى تطبيقها وتماشيها مع ما يرتضي العالم كذلك تماشيها يعني نتائجها هل هي تحقق المطلوب والمراد أو لا كذلك مراجعة نظام إدارة المعلومات ومدى موثوقية هذه المعلومات مدى حساسيتها خصوصيتها هل يمكن أن يستخدم وتبنى على هذه المعلومات أم أن هناك ربما يكون خطأ وهي لها علاقة طبعا سواء بالأشخاص أو لها علاقة ببرامج تطبيقية معينة مراجعة إمكانية وقدرة المؤسسة على أن يكون التدريب والتعليم التدريب والتعليم والتعليم المستمر في المؤسسة جزء أصيل من مكوناتها الإدارية ومكوناتها ككادر بشري حتى يعني موضوع التدريب وموضوع التعليم أمر مهم جدا كل يوم فيه جديد كل يوم فيه رؤى جديدة فيه سياسات جديدة بتتطبق عالميا فيه بروتوكولات عمل جديدة تمام وفيه دلائل إرشادية جديدة وكل يوم فيه عندنا لو بنرجع على القطاع الصحي بنلاقي أمراض واكتشافات جديدة فهذا بحاجة أنه يكون فيه عندي نوع من اللي هو التعليم والتدريب بما يتلائم ويتماشى مع المستجدات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى وطني وإقليمي كذلك على مستوى دولي كذلك يعني من الأمور المهمة في موضوع الستيوشن الأناليسز أو التحليل الوضع الراهن دراسة مدى كفاية المرافق والموارد سواء من إمكانيات موارد بشرية أو كل الإمبوت اللي هي المدخلات بشكل عام أو موارد تقنية وفنية النقطة الثالثة في أسس ميناء برنامج تطبيق الجودة ووضع الأهداف العامة لبرنامج ضمان الجودة وهاي تقوم طبعا فيما يتعلق بالقطاع الصحي نحن بنحكي على عدة نقاط منها تقييم أداء المؤسسة بشكل عام فيما تقدمه من خدمات صحية للمريض أو الزبون ومدى التقيد بالمعايير الموضوعة سواء على مستوى المحلي أو على مستوى إقليمي أو على مستوى عالمي التأكد من أن العناية بالمرضى تتناسب مع موتى طلباتهم ضمن برنامج زمني معين يعني ست جاية تعمل فحص عشان تعمل فحص السكر احنا معطيناها موعد الساعة 8 ونص تكون موجودة عندنا وهي كانت صايمة مش أقل من 10 ساعات وإجت لو تأخرت كتير وارد أن يصير عندها نقص سكر ممكن تعمل عندها مشاكل أو تأدي لغيبوبة أو كذا فهذا التقيد بالمواعيد يعتبر من الأمور المهمة أو أنه تم إعطائها أو تقديم الخدمة لها في وقت محدد زي ما هو أحنا معطيناها 8 ونص وصلت 8 ونص كذلك المرضى العمال الحجوزات الابويت من سيستم اللي هو نظام الحجوزات للعمليات الجراحية قبل فترة كانوا نسمع ناس بقول عملنا راح على العيادة عساس بجاهة من عملية لوز أو استقصال لحمية أو افتاق أعطوه موعد لسنتين وثلت سنين بعد هيك هذا لا يدلل على مدى تقديم الخدمة بما يتماشى مع حاجة الزبون والمحتاج لها أيضا التحكم في جودة الأداء في كافة مجالات العمل على كافة مستويات العمل سواء بأقسام متعددة التخصصات بغض النظر عن طبيعة القسم أو نوع التخصص اللي موجود فيها بغض النظر عن مقدم الخدمة هل هو إداري هل هو طبيب هل هو ممرض هل هو في مهن طبية مساندة أخرى تمام يجب له تطبيق جودة الأداء ومتابعتها لجودة الأداء على كافة التخصصات بغض النظر عن طبيعة التخصص وطبيعة الخدمة التي تقدم أيضا من الأمور المهمة جدا التأكد من أن الخدمة هاي آمنة أن المواطن لما بيجي عندنا على المستشفى على سبيل المثال بيسحب دم ما بصيرش عنده نيدلستيك إنجري يعني مثلا اللي هي يعني إصابة بالخطأ بالدم اللي موجود أو بحقنة موجودة ممكن تنقل عنده مرض أو ست جاية نام ابنها عنده نزلة معوية أثناء وجوده بنزلة معوية صار عنده أعراض حم شوكية يعني أخذ كمان عدوى من المستشفيات فبيننا نحقق سلامة اللي هو المرضى والبيئة الآمنة أيضا التأكد من أن ظلم وطرق وإجراءات العناية تقدم بكفاءة وفاعلية لا تقدم بمعيار التكلفة والمنفعة يعني بكفاءة وفاعلية شارحناها قبل هيك إنه أفضل نتيجة بإمكانيات متوفرة بأقل تكلفة لكن مش أنظر إلى الموضوع أن أقل تكلفة بغض النظر عن جودة النتيجة التأكد من كفاءة العاملين من خلال المتابعة والإشراف وأيضا توفير الآليات اللازمة التي تساعد موظفي ومقدمي الخدمات الصحية على اختلاف تخصصاتهم الإدارية والإدارية المساندة والفنية والفنية المساندة على تطبيق معايير الجودة حسب ما تقره المؤسسة النقطة الرابعة تحديد مجال عمل برنامج ضمان الجودة بشكل عام مجال العمل هو في كافة المجالات التي تقدمها المؤسسة من خدمات بغض النظر عن طبيعة هذه الخدمة وبغض النظر عن الشخص الذي سيقوم بتقديم الخدمة ولكن حين نتحدث عن البدء بتطبيق برامج بالعادة بتم أخذ قسم وبتم تطبيق هذا البرنامج لأن فرصة النجاح بتكون فيه أكثر فرصة جذب المقدمين الخدمات والإدارة بكون أكثر لهذا الأمر فرصة النجاح بتكون فيه كمان أكثر لو كان فيه خلل ربما من خلال هذا البرنامج ستكون الخسارة قليلة ومحدودة ويعني المتابعة إلها ومعالجة هذا الخلل بتكون على نطاق ضيق ولكن حين نتحدث عن أخذ المؤسسة بكافة أقسابها ربما لا نستطيع أن نسيطر بداية على إمكانية التطبيق الجيد لبرامج تحسين الجودة لذلك فأخذ قسم معين كعينة بايلوت تجريبية تمام من خلال اللي هو جزء معين أو خدمة معينة أو لجنة معينة من ثم بعد هيك اللي هو تعميم التجربة الناجحة للأقسام الأخرى النقطة الخامسة التخطيط والتخطيط يتطلب يعني كما يقال تطبيق برامج الجودة تخطيط متأني ومتدرج حياخد معانا وقت ناخد قسم معين أو خدمة معينة اللي حنبدأ فيها في برامج الجودة تمام؟ لأنه زي ما حكينا أنه كتير فرص النجاح بتكون موجودة ولكن كان فيه إخفاقات أو كان فيه مشاكل ممكن يتم معالجتها بشكل سريع فهذا البرنامج التجريبي أو هذا البرنامج الجودة ضمان الجودة اللي سيتم تطبيقه على خدمة معينة يجب طبعا تحديد المكان والزمان بمعنى أنه أنا بدي أخذ مثلا أطبق برامج الجودة في عناية القلب في قسم عناية اللي هو القلب وأنا بحدد جدول زمني كما بتحدد الأشخاص اللي مسؤولين عن تقديم هاي الخدمات ومتابعة ومناطرة اللي هو الأداء من أجل بالفعل أنه إحنا بنطبق صح ولا لا مع تحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه المتابعة تمام؟ طبعا يعتمد هذا على رؤية المؤسسة في أي قسم حاب تبدأ تطبيق برامج الضمان الجودة وتحسين الأداء من خلال اللي هي المتابعة حسب يعني رؤيتها أو وضع رؤية معينة أو آلية معينة ضمن أولوية هي تراها مناسبة وإن ثم في حال النجاح يتم تعميم هذه النجاح أو هذا النجاح على أقسام أخرى والتوسع به لأن أي برنامج في نوع من ضمان الجودة يحتاج إلى التزام إداري والالتزام الإداري له ترجمة مالية وله توفير إمكانيات وموارد متطلبة من الإدارة لذلك بحاجة إلى العمل به بشكل متدرج وإقناع الآخرين بالدرجة الأولى في المستوى الإداري في كيفية كفاءة ونجاح هذا البرنامج اللي عاد أصلاً بالنفع على المؤسسة نفسها تحديد الهدف يساعد الإدارة على استيعاب الجودة زي ما نحن نحكي ضمن هيكلية المؤسسة ونطاق عملها لأنه زي ما قلنا ما كانت موجودة سابقاً اليوم صارت في معظم المؤسسات موجودة في عنا تحسين الجودة تمام عنا مثلاً في وزارة الصحة كان موجود اللي هي وحدة مكافحة العدوى وتحسين الجودة أعتقد اليوم فصلوها صارت وحدة مكافحة العدوى لحال وهي ضمن برامج تحسين الجودة إلا أنها فيها نوع من التخصصية لأنها تتعامل مع جزء معين ووحدة اللي هو تحسين الجودة لأنها تعتبر نطاق واسع وشامل يتدخل في كافة الأقسام ويجب أن يكون حاضر في كافة الأقسام النقطة السادسة تحديد الجهة المسؤولة عن برامج ضمان الجودة وهذا أمر مهم جداً حتى يتم تحمل المسؤولية والمتابعة والمسائلة فيما يتعلق بتطبيق برامج ضمان الجودة فممكن يكون فريق عمل وبالعادة في المؤسسات الصحية بشكله لجنة وبالشكله فريق اللجنة هاي غالباً بتكون من المسؤولين تمام؟ من المسؤولين في الأقسام يعني على سبيل المثال ممكن يكون مدير عام المجمع أو المستشفى أو بكون فيها عضوية مدير التمريض المدير الطبي المدير الصيدلي المدير اللي هو الأشعة تمام؟ مع مقرر للجلسة هدولة ينبثق هدولة طبعاً بكون اجتماعاتهم يعني ما لا يزيد عن ثلاث شهور يعني باجتمعوا ما لا يزيد عن ثلاث شهور بحد أدنى اللي هو ممكن شهر ولكن في حال الاستثناء يعني كان فيه مثلاً تداعيات سلبية بحاجة إنهم يجتمعوا باجتمعوا في أقل من شهر وهي بتحط السياسات والرؤى وتوفر الإمكانيات والموارد ومن خلالها ينبثق تكليف فريق الفريق هذا بيكون متخصص أكثر يقوم بتطبيق رؤى وسياسات التي تضحها اللجنة تمام؟ نقطة السابعة تحديد معايير الأداء ومؤشرات النجاح لكل مشروع من المشروعات وهذا قائم طبعاً على جميع البيانات وتحليل البيانات ومقارنتها تمام فيما قبل وبعد تحسين أو تطبيق برامج اللي هو تحسين الجودة وبرامج الجودة ومدى من خلال اللي هي المؤشرات والمقاييس مدى الالتزام بالمعايير الموضوعة آخر نقطة هي تخصيص الموارد اللازمة زي ما حكينا يعني حتى ينجح أي نشاط يحتاج إلى إمكانيات وموارد عشان قلنا أول نقطة هو الالتزام الإداري لأنه الالتزام الإداري يعني يستوجب على الإدارة توفير الموارد والإمكانيات التي تساعد في تطبيق معايير الجودة وآليات الضمان الجودة والتحسين والتحسين المستمر طبعا أسس بناء البرنامج الثمان نقاط حددناها بشكل واضح التقسيم الثاني أو القسم الثاني في برامج ضمان الجودة هو الإعداد لبناء البرنامج والإعداد يتطلب إعداد فريق واختياره إعداد خطة عمل وتهيئة بيئة العمل لإمكانية تطبيق هذا البرنامج وكذلك تأسيس وتصميم نظام للمراقبة أو المناطرة أول شغلة اختيار فريق العمل فريق اختيار فريق العمل راح نحكي عنه إن شاء الله بالفصل الثامن بشكل مفصل ولكن بشكل عام إذا كان الأمر العمل فيما يتعلق بضمان الجود يتعلق بمهام إدارية بالغالب بيكون من الإدارة العليا يعني عضوية أو رئاسة بالأفضل كمان من مستوى الإداري في الإدارة العليا بينما إذا كان الأمر متعلق بخدمة فنية بالغالب بيكون من المستوى الإداري الإدارة الوسطى إعداد خطة عمل أو الـ Action Plan وهذه الخطة تعتبر من الأساسيات العملية التي تتطلب أن يقوم بها ويعدها فريق العمل بتحتاج إلى وضع برنامج زمني معين بتحتاج إلى التحديث والتحسين المستمر والمراجعة الدورية والمستمرية لمكونات هذه خطة العمل طبعا تقوم على تحديد أهداف البرنامج تحديد المسؤوليات بشكل مباشر وآليات المراقبة والمتابعة وكيفية تطبيق هذه البرامج يعني تساعد في دمج ما بين رؤية ضمان الجودة وكيفية تطبيقها في بيئة العمل زي ما حكينا يجب أن تكون يعني جاهزة للمراجعة عشان هيك بتكون مرنة دائما بحاجة إلى التنقيح والتطوير والتحديث المستمر بناء على مستجدات بيئة العمل وبناء على مستجدات الأبحاث والدراسات الأخرى وخصوصا في القطاع الصحي دائما في عنا أشياء جديدة يعني مثلا بروتوكول علاجي معين اليوم بطبق بكا ما كان موجود سابقا لأنه فيه مثلا اكتشافات جديدة فيه أمراض جديدة فيه ميكروبات جديدة فيه علاجات من قلال البحوث الطبية أكتر نفعا ربما تكون عشان هيك يجب أن تحكون مرنة تحتاج إلى المراجعة والتنقيح المستمر بالغالب بتتألف من أدوات القياس تحليل البيانات ما هو المتوقع من هذه البرامج وكذلك إمكانية التحسين والتحسين المستمر أيضا من النقاط فيما يتعلق بإعداد البناء البرنامج تهيئة بيئة العمل لتطبيق البرنامج وهذا طبعا من خلال تعميم الإداري على المرؤوسين نحو المنوي تطبيقه تمام تعريف الموظفين وتثقيفهم وتدريبهم على هذه البرامج تمام من خلال طبعا الإدارات المختلفة من خلال فريق الجودة حتى يصل فيها إلى كافة المستويات والأقسام في حال تعميم اللي هو تطبيق برامج التحسين والتحسين المجميل وضمان الجودة النقطة الأخيرة فيما يتعلق ببناء البرنامج أو الإعداد لبناء البرنامج تصميم نظام المناطرة أو ما يسمى بالمونيتورينج سيستيم أو يعني هي بينكوسين نظام المراقبة والمتابعة والمناطرة هي عملية دورية تقوم على جمع البيانات وتحليل هذه البيانات اللي عمال بتساعد المسؤولين والمشرفين على مدى تحقيق الأهداف من مدى من تطبيق هذه البرامج والأنشطة ضمن برنامج زمني معين يعني هي عبارة عن عملية دورية يقوم بها فريق العمل الفريق الجودة من غسين من تقوم على تحليل البيانات جميع البيانات عفوا ومن ثم تحليلها وتوضيحها وتفسيرها وتقديمها للمسؤولين في الإدارة وهذا ليدلل على مدى التقيد ببرامج وأنشطة تطوير وتحسين ضمان الجودة والتحسين والتحسين المستمر ومدى انعكاسها الإيجابي أو الانعكاس السلبي من هذه البرامج على بيئة العمل التأكيد هاي تعتبر من الأمور المهم من نظام المناطرة المتابعة لأنه يعني تعطي للإدارة وكذلك للمرؤوسين العمل بطبقوا في برامج ضمان الجودة والتحسين والتحسين المستمر تعطيهم رؤية على مدى جدوى تطبيق هذه البرامج وتساعد في إمكانية أنه إحنا بالفعل ماشيين صح ولا بحاجة إلى تغيير لأنظمة معينة أو آليات عمل معينة أو لتطوير أو لتحديث أو البقاء على ما نحن عليه في آليات التطبيق الموجودة النقطة الثالثة في برامج ضمان الجودة مرحلة التنفيذ كنا حكينا على مرحلة وضع أسس لبناء البرنامج وإعداد بناء البرنامج اللي كان قائم على إعداد اللي هو تشكيل الفريق وإعداد خطة العمل وتحديد الفريق العمل وتهيئة البيئة لتقديم هاي البرامج وختمناها بنظام المناطرة أو نظام المتابعة والمراقبة الآن عنا مرحلة التنفيذ بعد هذا الإعداد المستمر أولا دراسة بيئة العمل وتقييمها هاي تعتبر طبعا مرحلة التنفيذ هي المرحلة العملية على أرض الواقع قبل كنا بنحكي على يعني رؤى تم وضعها وإعدادها في مدونات معينة اليوم احنا بنحكي على جانب عملي تنفيذي ضمن هاي اللي هي مراحل ضمان الجودة فمرحلة التنفيذ تقوم على دراسة بيئة العمل وتقييمها وهاي تعتبر من يعني الأمور المهمة التي تساعد على متابعة ومعرفة الواقع الحقيقي للواقع العملي مع ما هو مأمول وما هو مطلوب في المستقبل من أفضل البرامج اللي تستخدم في برامج التقييم الـ السوث اناليسيس اللي هي السوث اس سترينغث اللي هي نقاط القوة للمؤسسة والـ اللي هي الـ نقاط الضعف في المؤسسة والـ السوث الـ عفوا اللي هي الفرص وكذلك التهديدات اللي هي اللي ممكن تكون سبب يعني في التأثير السلبي على المؤسسة بالعادة بالعادة الـ اللي هي نقاط القوة بالضعف بتكون داخل المؤسسة بتكون داخل المؤسسة يعني مواطن قوة ممكن والله إحنا بنتمتع بوجود فريق عمل مؤهل وجيد تمام ومتقدم في كفاءته ومعرفته وخبراته أو ممكن يكون عندي البرامج الموجودة عندي التقنيات الأدوات اللي موجودة تمام وهي داخل المؤسسة الويكنس اللي هي نقاط ممكن تكون البرامج التطبيقية المستعملة يمكن يعني لا تفي بالغرض اللي هو المطلوب زي أنظمة المعلومات ممكن تكون يعني لا تؤدي المطلوب بمستوى كفاء ولا تواكب التقدم البرمجي والمعرفي هاي تعتبر من ضمن نقاط الضعف اللي داخل المؤسسة إنما لثريتس والأوبورتشينيتز أوبورتشينيتز قلنا فرص والثريتس تهديدات هاي بتكون من خارج المؤسسة مش من داخل المؤسسة اللي هي لثريتس اللي هي فرص التحسين تمام والمهددات أو لثريتس اللي هي خارج أيضا المؤسسة فرص التحسين زي تطوير العمل لإجراء كل أنواع الفحوصات المخبرية على سبيل المثال بجودة عالية بمعنى يعني إحنا لو جينا نحكي على كورونا اليوم الكوفيند مايتين هاي أزمة تمام وعالمية جائحة عالمية أثر عملة أزمة داخلية كويس لكن كانت فرص من خلال الأوبورتشينيتز اللي هو التدريب والإعداد فريق العمل تمام في كيفية التعامل في الطوارئ كانت فرص أنه استقطاب أجهزة وأدوات متطورة تم توفيرها في قطاع غزة مثلا توفير كانت فرصة أيضا لتوفير اللي هو أجهزة تنفس إصطناعي وتحسين الإمكانيات والموارد داخل المؤسسة من خلال فرص خارجية الثريتس أو التهديدات لو كان إحنا بنحكي على مستشفى خاص على سبيل المثال التهديد أنه وجود مستشفيات أخرى منافسة إلهم تمام تؤدي تعطي نفس الخدمة بجودة أكتر أو بسعر وتكلفة أقل وليس أقل بالكفاءة والموارد اللي كانت موجودة عند المؤسسة الأخرى هذا يعتبر تهديد للمؤسسة أنه افتتاح مستشفى ثاني مثلا بيقدم نفس الخدمة ولكن بيقدمها بالتعكلفة أقل أو إنها هذه الخدمة تعتبر سهلة الوصول لمعظم الناس إنما أنا بالنسبة إلي كمؤسسة بالأصل موجودة والله ما كان هاي المستشفى بعيد تمام فهي تعتبر من التهديدات الثارجية نحن بنحكي فيه على سوق المنافسة بشكل خاص النقطة الثانية في مرحلة التنفيذ هي وضع هدف للبرنامج وهذا من خلال طبعا وضع الهدف أو المجال المحدد للعمل أن يكون هذا يعني الهدف للبرنامج أو لمجال العمل مكتوب يكون واضح مفهوم ممكن الرجوع إليه كمرجع أي وقت في حال طبعا الاختلاف في وجهات النظر أو في حال يعني خلين أقول النسيان إلى حد ما وما إلى ذلك النقطة الثالثة اعتماد نظام المعلومات والوثائق اللازمة لتطبيق البرنامج وهذه من الشغلات العملية بشكل مباشر صراحة ومهمة جدا في بيئة العمل تستخدم من أجل المتابعة والمراقبة والتأكد من مدى الالتزام والتقيد يعني لما نحكي على وثائق يعني في عندي بروتوكولات أدلة عمل وبروتوكولات ودلائل إرشادية هل إحنا بنطبق مثلا إحنا بنحكي على كورونا هل إحنا بنطبق الإجراءات التشخيصية وفق اللي هو دليل أو بروتوكول العمل هل في حال دخول الحجر والمستشفيات تمام للعلاج بنطبق له بروتوكول العلاجي حسب ما هو موضوع هاي تعتبر من ضمن الأمور المهمة ولما نحكي عن نظام معلومات طبعا مهم جدا نحو يعني قاعدة بيانات محددة تقوم على من خلالها يتم جمع البيانات وتحليل هاي البيانات وهاي من خلال طبعا تقارير الدراسات متابعات اللي هو فريق الجودة والفيد باك اللي بيجي من خلالهم من خلال صندوق الشكاوة والاقتراحات اللي ممكن يكون من سواء داخل المؤسسة كموظفين أو من خارج المؤسسة كمستفيدين وزبون تمام تقارير الأمن والسلامة وحالات الطارئة اللي ممكن تكون من إصابات وما إلى ذلك هاي تعتبر كلهيتها من الشغلات اللي بتغذي نظام المعلومات اللي بتعطيني رؤية وفكرة عن مدى نجاح وجودة وكفاءة برامج ضمان الجودة وتحسين الأداء المرحلة الرابعة في مراحل تنفيذ البرنامج اختيار إحدى الطرائق العلمية لتنفيذ البرنامج بما يتناسب مع بيئة العمل يعني من الأمثلة يعني اختيار مثلا أو تشكيل لجنة منع ومكافحة العدوى داخل المستشفيات تعتبر من ضمن الطرائق العملية اللي هو تحسين برامج ضمان الجودة داخل المؤسسة بما يتلاثم ويتناسب مع إمكانيات وموارد المؤسسة نفسها النقطة بعد هيك تنفيذ البرنامج ومن ثم الإشراف على البرنامج من خلال الإدارة والتقييم والتقيير المستمر من خلال طبعا زي ما حكينا نتائج برامج المعلومات اللي كله بنحكي عنها شو أعطتنا ايش ريض الزبون عن اللي هو الخدمة احنا بنحكي مثلا كمثال تطبيق برامج مكافحة العدوى ومنع ومكافحة العدوى هل قلت نسبة العدوى اللي كنا احنا بنحكي فيها في بعض حالات مع سبيل المثال كانت الدخول للمستشفى وبتقعد أيام أكثر من المدة المتوقعة أو النسبة العالمية هل قلت هذا النسبة الدخول معدلات الاستهلاك في العلاجات والمضادات الحيوية على سبيل المثال تعطيني فكرة عن الواقع والله قلت معدلات أيضا الوفاة تمام؟ هاي تعتبر من المؤشرات تمام؟ من المؤشرات الصحية اللي بتقول لي والله برامج ناجحة أو برامج غير ناجحة ويعتمد زي ما حكينا على طبيعة الخدمة طبيعة البرنامج اللي تم تطبيقه نحو ضمان الجودة آخر نقطة هي مرحلة التحسين المستمر من مراحل اللي حكينا عنهم الأربعة فيما يتعلق ببناء برنامج ضمان الجودة حكينا أول نقطة أساس أو تأسيس بناء البرنامج وهذا قلنا من خلال 8 نقاط بدأت بالتزام الإداري وانتهت بالتخصيص الموارد قلنا بعد هيك الإعداد لبرامج الجودة وكان هذا من خلال الإعداد لبناء البرنامج من خلال اختيار فريق العمل ووضع خطة عمل وتهيئة البيئة كعاملين وإمكانيات وموارد لاستقبال ما هو جديد وتصميم برنامج ونظام المراقبة أو المناطرة اللي هو المونتورينج سيستيم ثم تحدثنا عن المرحلة الرابعة في مرحلة تنفيذ البرنامج اللي قلنا هي تقوم على دراسة وتحليل واقعي من خلال البرنامج أو تطبيق استسوط اللي هو نقاط القوة والضعف وتعرف على نقاط الفرص والتحديدات وتنتهي هاي اللي هي النقطة مرحلة التنفيذ بالإشراف على البرنامج من قبل الإدارة وكذلك التقييم المستمر وصلنا إلى مرحلة التحسين المستمر التحسين المستمر قائم على ثلاث نقاط نشر الخبرات التي يتم اكتسابها وتعزيز برنامج ضمان الجودة وأنظمته الإدارية وتصميم نظام للتحسين المستمر نشر الخبرات المكتسبة من خلال استخدام بعض أساليب المشاركة ونشر الخبرات من خلال تشجيع روح المبادرة في العمل عند الأشخاص العاملين في المؤسسة تمام وهذا طبعا هيعمل نوع من التحفيز لدى الموظفين والمرؤوسين العاملين أنه يتشجعوا وهيعزز انتمائهم كذلك للمؤسسة حينما يشار بالبنان إلى هذه المؤسسة وهذه النجاحات والأشخاص اللي كانوا هم مسؤولين عن هذا النجاح اتنين تسريع عملية التعلم عن البرنامج عن طريق توفير المعلومات اللازمة كثير بحطوا في المؤسسات لوحات وبينشروا عليها تمام اليوم صاروا بينشروا من خلال برامج التطبيقية عبر الإيميل إيش في عنا مستجدات إيش في عنا نجاحات تمام إيش في عنا تجارب عملية ناجحة وهذا طبعا من الباب توسيع ونشر الخبرات والنجاحات اللي تم اكتسابها من خلال هاي البرامج تعزيز النجاح وتشجيع الحوار والإبداع في البرنامج اليوم حسبين المثال في المستشفيات الصبح بيعملوا ميتنجز الأطباء وبيعملوا ميتنجز التمريد وبناقشوا هالحالات اللي يتعاملوا محها وبتخصصوا في حالة واحدة من الحالات تمام بشكل يومي بيأخذوا عنها بشكل تفصيلي وواضح تمام وإحنا وين إخفاقنا إذا أخفقنا ووين نجاحنا إذا إحنا نجاحنا تمام فالنجاح كتير بتشوفوا بنشروا هاي الخبرة أو هذا النجاح اللي موجود من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلام وقديش هذا بيعمل إنعكاس إيجابي على لهم الأشخاص وعلى المؤسسة نفسها وعلى النظام بشكل عام توثيق جهود ضمان الجودة من قبل فرق العمل من خلال نشر المعلومات والخبرات وهذا طبعا يقوم بالدرجة الأولى على المقارنة ما قبل تطبيق هما بعنا التطبيق وقديش كان فيه عندنا نجاح من خلال اللي هو من أجل توسيع الخبرات ونشر المعلومات للأشخاص اللي هم يعني بيحتاجوا أو نحتاج إحنا كمؤسسة كمان إن نحن نعرفهم إحنا وين النشر ممكن يكون من خلال محاضر اجتماعات تعميمات زي ما حقينا قبل شوي من خلال الإعلام زي ما قولنا كمان من خلال ممكن مؤتمرات علمية وكتير يعني صار في عندنا إحنا في فلسطين في قطاع غزة من كتير من المؤتمرات وكانوا بيعرضوا فيها قصص نجاح فيما يتعلق بالحالات وهاي طبعا من أجل تعميم الفائدة كذلك اللي هي الاجتماعات والندوات والمحاضرات الشغلة التانية في مرحلة التحسين المستمر تعزيز برنامج ضمان الجودة وأنظمته الإدارية والأساسي وهذا التعزيز يهدف إلى يعني التركيز هذا التعزيز له يعني هدف محدد اللي هو ضمان نحن عمالي بنستمر بنفس الأداء وأفضل ونسعى إلى تحسين هذا الأداء بإمكانيات وقدرات أعلى وأفضل حتى يعني نرتقي في المؤسسة آخر نقطة تصميم نظام للتحسين المستمر وهاي يعني من الأمور المهمة جدا اللي ستحافظ على إرث ونجاحات في المؤسسة من أجل الاستمرارية في عمليات التحسين حتى تصير جزء من العمل اليومي لدى العاملين والمرؤوسين في المؤسسة كمان إنها تصير ضمن ثقافة وعقلية حاضرة في ثقافة وعقلية كافة مقدمين الخدمات على اختلاف المستويات الإدارية سواء الاستراتيجي أو المستوى الفني أو الإدارة الإشرافية الوسطى وكذلك الإدارة التنفيذية فريق العمل على طبعا بكافة التخصصات بكافة الأقسام على اختلاف اللي هو يعني المرجعيات الفكرية والعلمية والفنية والإدارية للعاملين بهيك احنا بنكون أنهينا اللقاء ابتبعنا اللي زي ما حكينا الامتحار رح يكون حتى الصفحة هاي صفحة 76 اللي هو النصفي الفصل الخامس مهارات الاتصال ما رح ناخده لأنه انتو يعني اخدتوه في مساق منفصل تمام إلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله